السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله اخواني الكرام بصراحة موضوع جدا هام للجميع اصحاب الكملك او اصحاب الاقامات ضعوا اعجاب للفيديو وشاركوا الفيديو لعند اصدقائكم على الواتساب مشان الناس تاخد حذرة اللي مفاضي يشوف هذا الفيديو اخواني بالوقت الحالي او هو بالشغل يعمل اعجاب ويرجع يشوفه فيما بعد ويضيف هاي المعلومات لانه هذا الموضوع جدا مهم اخواني بحكم اني بشتغل مترجم بالمحاكم وباقصام الشرطة مع الاسف يا اخواني بنسبة كبيرة من السوريين والاجانب عاب يكون في عليهم محاكم عاب يكون في عليهم قضايا عاب يكون في عليهم ابلاغات مثلا من شان افادة او من شان شهادة معينة ولكن مع الاسف يا اخواني لعدم وجود رقم هاتف على السيستم التابع للمحاكم في تركيا وعدم وجود عنوان ايميل وعدم تحديث العنوان بشكل صحيح مع الاسف ما عاب يقدروا يتواصلوا معهم وفي ناس عب يطلع عليهم جزاء وعب يطلع عليهم سجن وعب يكون في عليهم محاكم وقضايا وعب ينحكموا غيابيا بدون ما يعرفوا أصلا أنه هن في عليهم محكم هذا الموضوع جدا مهم يا أخوان وحبيت شارك هذا الموضوع معكم لأنه مصلحتكم بتهمني شوفوا شو رح تعمل رح تفوتوا هلا أضيفوا رقم الهاتف وعنوان بريد الكتروني وتحدسوا عنوانكم على الموقع هذا السيستم يا أخواني تابع للمحاكم التركية بشكل مباشر للقضايا لرفع الدعاوي إذا في عليكم دعوة إذا حدا بدو يرفع عليكم دعوة إذا إجاكم تبليغ الدخول إلى السيستم رح فرجيكم كيف عم تدخلوا بكل بساطة أول شي إخواني رح تروحوا على الجوجل على شريط البحث تكتبوا كلمة إيدولات بعدين رح تطلع عندكم هاي الشاشة بعدين رح تضغطوا على كلمة كيري الشاب تمام رح تسجدوا الدخول على موقع الإيدولات إخواني ولكن عن طريق الجوجل لا تسجدوا عن طريق البرنامج بشه ما تتعذبوا رح تحطوا هون يا أخواني رقم الكملة تبعكن والشيفرة تبع الإيدولات يلي حصلتوا عليها من مركز البيتة تي وبعدين رح تضغطوا على تسجيل الدخول سجلتوا الدخول على موقع الإيدولات إخواني رح تكتبوا بشريط البحث هاي الكلمة اللي أنا كتبت لكم ياها على الشاشة ورح يطلع عندكم هذا الخيار هذا الخيار جدا مهم إخواني تمام رح تضغطوا عليه بعد ما تضغطوا عليه رح تنزدوا للأسفل هون في عندكم كلمة باللون الأزرع رح تضغطوا عليها وتستنوا تستنوا شوي بتكون حملت الصفحة مثل ما لكم شايفين واسمكن هون ظاهر إخواني الكرام هذا الموقع تابع مباشرة للمحاكم الجنائية أو الإدارية في تركيا تمام رح تضغطوا هون على هدول النقاط لعليمين اللي فوق بعد ما تضغطوا عليهم إخواني من هون طبعا فيكم تتحققوا إذا في عليكم محاكم فيكم ترفعوا دعوة على أشخاص إذا في أشخاص رفعين عليكم دعاوي رح عاملكم كمان شغلات مفصلة كتير كيف فيكم تأدموا اعتراض حتى من خلال هذا الموقع بدون ما تروحوا على المحكمة مشان هيك لا تنسوا اشتراك بالقناة لأنه بالأيام القادمة في معلومات جدا مهمة هون أخواني في عندي شي اسمه كيش سال بالقلر اللي هي المعلومات الشخصية تمام هون رح ننزل على خيار هذا الخيار يا أخواني اللي هو جدا مهم اسمه إلي تشين بالقلر رح نضغط عليه ونستنى شوي مثل ما لكم شايفين يا أخواني رح تطلع عندكم هاي الشاشة غالبا رح تطلع عندكم هاي الحقول الفاضي أنتو لأنه ما لكم مسجدين لا رقم هاتف ولا إيميل رح تسجدوا بهدول الحقول أخواني هون رقم هاتف وإيميل وتضغطوا على كلمة قايدة اللي هي موجودة باللون الأزرق وهي الخطوة أنتو يا أخواني بتكونوا أضفتوا رقم الهاتف تبعكم والإيميل على سيستم المحاكم في تركيا في حال بدون يتواصلوا معكم بيقدروا يتواصلوا معكم لا حدا يهمل هاي الخطوة طيب الخطوة الثانية يا أخوان نرجع نضغط هون أخواني على كشسيل بالقلر هون في عندي شي اسمه اسم في أدريس بالقلر رح نضغط عليه نستنى شوي هون رح يطلع اسمكم وعنوانكم يا أخواني المسجل ضمن المحاكم هاي شي ممكن تشوفوا هون عنوانكم القديم أو تلاحظوا غلط بعنوانكم أو إذا حابين أنتو تأدموا اعتراض من خلال هذا الموقع أو ترفعوا دعوة أو محكمة إذا عنوانكم مو صحيح فهذا الشي رح يأثر عليكم بالنسبة لهذا الموضوع كتنزلوا للأسفل يا أخواني كما لكم شايفين هون في عندي كلمة ضمن اللون الأحمر بهذا المربع تضغطوا عليها هيك أخواني بيكون تم تحديث معلوماتكم بشكل كامل هاي رح ترجم لكم ياها للغة العربية تم تحديث العنوان بنجاح هاي المعلومات وهاي الأمور جدا هام ما يمكن ما حدا قبل هيك شرح لكم ياها ولا حدا بيطلع بيحكي عنها لأنه في كتير ناس ما عنده علم بصراحة بهي المعلومات القيمة والمفيدة كل الحب والاحترام لكم جميعا لا تنسوا الأعجاب بالفيديو أخواني ومشاركتوا لعند أصدقائكم مشان توصلكم جميع الفيديوهات طبعا كمان رح خلي لكم رابط هذا الموقع بوصف الفيديو ورح خلي لكم كمان روابط أخرى جدا هام اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار يكتب بقسم التعليقات تحياتي لكم جميعا سلام عليكم